حدثت عن تفوق إنجليزي وعن تفوق أيضاً فرنسي ولكن أحياناً بالمباريات الأولى ربما يسهل ذلك لأن الفرق أتى تعويض هنا مرحلة لا تعويض يعني شفناها أستاذ حسين ببداية المراحل الأولى حتى الفرق المصدر المنتخب الفرنسي كنا توقعنا أنه بعد ما ضمن مباراتين فوز ست نقاط حتى كان حضوره في مبارات الأخيرة مع المنتخب التونسي نوعاً ما أغلب اللاعبين نحن لا ننتقص من الفوز اللي حقق المنتخب التونسي لكن في الوقت نفسه كانت لدى ديشام خطط أكيد أنه راحة أغلب اللاعبين كثير من اللاعبين رغم أنه اللاعبين البودلاء لا يقلون شيء عن اللاعبين الأساسيين لكن في بعض الأحيان تحتاج حالة من الاستقرار التشكيل الأساسي اللي ممكن هو واضع الخطط عليه ويقول لي ينفذ الواجبات اللي يطلبها المدرب وأنا أعتقد نجاح بهذا الموضوع رغم الخسارة من تونس لكن أكد من خلال المباراة مع بولندا أنه الفريق قادر على أنه يحقق النصر وقادر أنه ممكن يوصل بطموحات المنتخب الفرنسي لها مراحل متقدم الأدوار المقبلة شنو راح تصير نحن عندنا معطيات على ضوء هنطل ربما نقول النتائج القريبة لكن ما يدور داخل الملعب كثير من متغيرات وكثير غير توقعات اللي أنا أتمنىها أن تتوقعك نعيم ثلاثة واحد على بولندا في الدور الثاني نتيجة ليست بالهينة بالمقارنة إلى حجم الفرص التي أهدرها الفرنسي يعني أنا أحقق أستاذ حسين لو نرجع للتحليل المباراة نعم يعني المنتخب الفرنسي نزل هو عدة حالة من الاطمئنات أنه عند الإمكانيات لاعبين ذات إمكانيات عالية مواهب قدر ديشامب أن يوظفها بالشكل الصحيح بالإضافة لأن بولندا حتى كانت قراءاتنا يمكن أن آنياكو كنا شاهدنا أنه المنتخب البولندي ليس بالمستوى رغم أنه تأهل لدورتان لكن ليس هو المستوى ما ذكرنا بولندا 74 74 لاتو دينة شرماخ دينة ما ذكرنا بي أيضا هذا الجيل موجود لفندسكي زيلنسكي يعني ذلك اللاعبين المميزين اللي موجودين الآن لكن أنا أعتقد اليوم المباراة شفنا الفريق الفرنسي أعتقد نفس الأسلوب اللي نزل بي اللي هو أربعة اثنين ثلاثة واحد نعم الفريق البولندي لعب أربعة واحد أربعة واحد يعني هذا من الشكل اللي ينازل بي الفريقين يحيلك أنه الفريق واحد هاد وواحد قاعد الفريق الفرنسي عنده حالة من الهجومية والكل يعرف أنه القوة الهجومية الضاربة لدى المنتخب الفرنسي لا يمكن يقاف لذلك نشاهد أنه الفريق البولندي من لعب أربعة أنا أعتقد حتى اللاعب اللي هو بالنص أعتقد كريشو أيضا الصفة الدفاعية الغالبة يعني خمس مدافعين إضافة إلى أنه شاهدناهم حسان الشكل العام هذا اللي حتشين بي هاي تشكيلة الفريقين هذا اللي تفضلت بي نعم كريزمان ديمبلي القوة الضاربة مبابي وجيرو فوق لو شاهدناه الآن هدافين الدوري هدافين البطول عفوا ديمب جيرو بأربعة أهداف ومبابي صدر قائمة الأهدافين بخمس أهداف هذا يعطينا أنه حتى المنتخب الفرنسي الآن يمكن من 11 هدف حصيلته اللاعبين الثنين فقط هم منتجين تسعة أهداف وهذا يمكننا وإشار أنه القوة الضاربة لدى المنتخب الفرنسي لا يمكن بسهولة إيقاف هل يستطيع يعني لا الفرنسيان اللي جايز زحمون على الصدارة يدرون يتخلصون من روحية التسجيل يعني اليوم شفت في اللمحات أنت بها أغت بها الأنة لا أبدا الحقيقة يعني تعرف لا لا يا أبي أستاذ حسين هاي المواضيع مو دائما تكون هي موجودة وإن كانت موجودة فراح تكون بنسبة قليلة دائما ما تكون حتى تشوفهم حتى بلقاءاتهم التصريحات طب يسئلوا على هدف يسأل لأنه يقول المهم عندي أنه أوصل للطموح الأكبر أنه أنا حصل ثلاث نقاط سواء أنا سجلت أو بس أعتقد بنفس الوقت الطموح الشخص ما راح كان بهذا المواضع ما راح يغيب عن ذهن اللاعب ما هي التصريحات يعني تلقى باسترخاء وتلقى يعني بعد ولكن في لحظات معينة قد يعني تنصر في الذات نحو نفسها يعني أنا خمسة بأربعة ربما ربما لست أدري ربما يمكن هاي أول مرة لعبين من نفس الفريق مهاجمين من نفس الفريق فريق لديه فرصة أن يمضي بعيدا بالبطولة وهذا التقارب وخمسة أنت تعرف نعيم أكو بعض البطولات أو بعض المونديلات الهداث بأربعة أهداف أو بخمسة لأننا نحو نصل كثير من البطولة أستاذ الحسين وحي يمكن موضوع تناولنا غزارة الأهداف يعني الدور الأول أعتقد أنه 120 هدف فيه 48 مباراة فيه 48 مباراة معدل 2.5 كل مباراة وأنا أعتقد هذا الدور الأول الدور الأول رقم أول مرة يحصل في بطولات كأس العالم والآن عندنا الأدوار الأخرى ممكن أن نوصل بها أرقام يعني أنا أعتقد تسع أهداف فريق واحد من قبل مبابي وجيرو أنا أعتقد أنه قلت أيضا هو هو هجومي دائم فينس